قولك الاخوان توقعوا بايه 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 باغانة اكتوبر انا بتكلمكوا بجد والله الاخوان كانوا صبح صالح بيقولك اننا بنتغدى في رمضان عاش رمضان وكان بيتغدى يعني ما كانش معك في الانتصار فبالتالي انت دمروا دمرهم دمرهم بالاغانة الوطنية اقلقوا خليه كده بيبص وراءه قدامه ما هو خلي بالك لما تجيب له الجيش والمموة بيتدفن شغاله هاته المموة بس انا بقولك المموة خليهوله كده شغال مش بقولك حاجة اخرى يبص على الموة كده يجري لما تشغاله بقى الاغانة الوطنية اعمل ايه فلو سمحتوا اعملوا الحالة دي الايم القادمة كلها من النهاردة والايم القادمة في كل مكان اشتغل لو سمحت اجتماعات مهمة النهاردة السيد الرئيس عندنا اخبار كتيرة وعندنا فقرة في الجزء التاني ولكن خلينا اقولكم الحاجات واخليكم اكلمكم عنه النهاردة كانوا بيقولك نزلين الثلاث ساعة ثلاثة كانوا نزلين الساعة ثلاثة قالت نزلين الساعة ثلاثة يا ابن انت منك ليه خلاص الموضوع هو عتفكر تعمل الحكاية دي انتهى عاملين دعوات من مبارح والساعة ثلاثة وبكرة ويلا وهل اعمل ونسوي طب هوريكم الاول اختراق بتاعهم احد الجروبات بتاعتهم احد الجروبات عاملين دعوات ايه هوريه لكم ووريكم حالة اللي وسطيهم الحالة اللي وسطيهم اختراق احنا عاملين اختراق اختراق جم Mang جدا يعني واحد من الجروبات بتاعتهم اللي شغال على أنها تعمل حجد للناس